السلام عليكم طلابنا الأعزاء وراح بيكون محاضرة جديدة بمادة مهارات الحاسوب فراح نبطلق بهاي المحاضرة إلى مفهوم آخر نطبق به المبادئ البرمجين اللي أخذناها فهو مفهوم الـ Numerical Methods أو الطرق العددية الطرق العددية هي وسيلة اللي يحل المسائل الرياضية والهندسية عندما يعني يكون الحل بالطرق الأخرى اللي هي الطرق التحليلية حل صعب نحن عدنا بالرياضيات عدنا خطين أساسيين نتبعهم لحل المسائل الهندسية اللي جابهنا الطريق التحليلي اللي هو تدرسوه حاليا من خلال يعني مادة الرياضيات يعني طلاب الهندسة درسوها لمدار 3 سنين وتشمل طرق التفاضل والتكامل المعادلات التفاضلية وإلى آخرها يسموه الخط التحليلي إنه المسألة الرياضية أصيغها في النموذج رياضي وحاول أحل هذا النموذج بالطرق الرياضية المتعارف عليه طرق التقليدية وإلى أن وصل إلى فتحة أو فدمعادلة توصف لي المسألة هذا نسميه الخط التحليلي عادة بالمسائل الهندسية الخط التحليلي مدام يكون يعني فعال لأنه في بعض الأحيان جابهنا مسائل معقدة معقدة من ناحية يعني الشكل مثلا شكل ثلاث إلى أبعاد أو ثناء إلى أبعاد بتوزيعات حرارية بظروف صعبة من الصعوبة أنه توصف هذا الشكل بمعادلة وحدة أو تجي تحله يعني بالرياضيات الاعتيادي ثانيا حتى إذا ممكن حله ممكن أنه يعني تحتاج للرياضيات متقدمة جدا وحل مطول ويكون يعني صعب على الحل إلا على المتخصص ولهذا دائما مثل ما تلاحظون إن شاء الله بعدين خلال يعني سنين دراستكم القادمة أنه الطرق العددية هي تعتبر الطريق الرئيسي للحل بالطرق العددية نحن دائما يعني تطورها يعني مشها بالتوازي مع تطور الحاسبات فالطرق العددية ما كان ممكن أنه تطبق وتستعمل على نطاق واسع إلا عندما اطورت الحاسبات لأنه واحدها يدويا بدون الاستعانة بالحاسبة تكون صعبة جدا الطرق العددية صحيح عمليات مالتها عمليات بسيطة يعني بالطرق العددية يعني العمليات هي كلها عمليات جمع وطرع خلنا نقول وقسم وضرب عمليات أساسية مسائل عمليات الأساسية يرادلها وقت يعني المبدأ الأساسي أنه خلنا نقول التقرب الكومية يعني هو الطرق العددية محب ذاته هو موضوع يعني كورس كان يحتاج له مسائل بس حتى تقرب الكومية يعني عندك مثلا في مسألة رياضية معقدة تنحل مثلا بالتفاضل والتكامل أنت بالطرق العددية شو سوي نجي نجزئ المسألة نجزئ مثلا خلنا نقول الحيز المكاني إليه أو الحيز الزماني مثلا توصف في الظاهرة على مدى زمن معين نقسم هذا الزمن إلى وحدات زمنية صغيرة ونقسم الشكل مالتها أو الحيز المكاني إلى مسافات صغيرة فتنجي تأخذ هذه المسافات الصغيرة وخلنا نقول المقاطع الزمنية الصغيرة وتطبق عليها عمليات رياضية بسيطة اللي يجمع الطرح مسائل عمليات لازم تكررها على كل المقاطع الزمنية وعلى كل المقاطع المكانية فبالتالي راح تحتاج إلى عدد كبير من العمليات الرياضية صحي عمليات بسيطة لكن عمليات يعني خليقول مطولة يعني أبسط شي مثلا إذا احتمال دارسي اللي هو التكامل العددي التكامل هو بحذ ذاته عبارة عن حساب مساحة تحت المنحني مثل ما حتى ما أخذيتم من إعدادية من أجل تكامل على دالة الرياضية قادر أحسب المساحة تحت المنحني البحصورة يعني بين المنحني وبين الـ XX وبين نقطتين معينة حسب حدود التكامل بالطرق العددية هاي المساحة اللي أنا أحسبها بالتكامل ممكن أجزئها أقسمها إلى مستطيلات صغيرة وأجي أحسب مساعة كل مستطيل مثلا وأجمع هاي المستطيلات إلى أن أصل إلى المساحة الكلية طبعا هاي المساحة راح تكون تقريبية مو مثل المساحة المضبوطة اللي تطلع بالتكامل بلسية تنطيني كل ما أزيد التقسيمات ماتي كل ما أوصل إلى إلى دقة أكثر أو إلى حساب أدق للمساحة فهذا النقصة جبيب يعني أنه فالطرق العددية دائما يعني نلجأ إلى البرمجة لأنه بالبرمجة أقدر أجل عدد كبير من العمليات الرياضية زين والحاسبة راح تجري ليها بأجزاء من الثانية فدائما الطرق العددية تطبيقها يكون بالاستعانة بالحاسبة طرق العددية يعني بيها أصناف عديدة وبيها هذا إحنا راح ناخذ بس مدخل إلىها يعني خلال هذه المحاضرة إن شاء الله المحاضرة القادمة وبيه الماتلاب إمكانيات يعني كبيرة بهالموضوع إحنا راح ندخل مدخل إلىه والمهتم ممكن بعدين يطور نفسه بهالموضوع ويكون فالشيء صعب أول طريقة عددية راح ناخذها اللي هي الانتربوليشن الانتربوليشن اللي نقصد به هو عمليات التقريب أو عمليات استنتاج أرقام أو توسع الجداول موجودة مسبقا يعني يعني في بعض الأحيان مثلا عندي بمساطة عندي فدالة رياضية معينة يعني إذا نجي على الماتلاب خلال نقول بس إذا نكتب مثلا في الشيء خلال نقول هنا خلال نقول عندي مثلا في الجدول صغير عكتما هنا مثلا حتى أبينه كجدول يعني خلال نقول مثلا هنا هذا 2 فرضا أو خليه 1 وهنا هنا مثلا خلال نقول 5 وبعدين 2 وهنا خلال نقول 10 بعدين 3 خلال نقول مثلا 14 4 خلال نقول مثلا 16 هذا في الجدول بسيط قد يمثل مثلا هذا بعامود الأول وهذا عندي العامود الثاني وياي طلاب مو كل ديس تسمعوني نعم خافي سنقطاع بنت في لهذا كل مرة كل مرة أتأكد يعني خافي سنقطاع بنت يعني لهذا أسألكم نعم خلال إن شاء الله فعندي هذا العامود الأول وعندي هذا العامود الثاني قد يمثل هذا مثلا النتائج هي أربع تجارب يعني هذه التجربة الأولى هذه التجربة الثانية والتجربة الثالثة الرابعة كل تجربة طينفات قيمة معينة مثلا درجة حرارة سرعة معدل تركيز إلى آخره فالتجربة علمية معينة منطقني أربع قراءات قراءة الليلة 5 قراءة الثانية 10 قراءة الثالثة 14 والقراءة الرابعة 16 أنا أريد هذا الجدول ما أريد أن أرسم بيه كيرف هذا إذا أرسم بيه كيرف أربع نقاط الكيرف ما أريد أن يكون غير دقيق فأني إذا أرسم 8 نقاط بعد أفضل إذا أرسم 16 نقطة بعد أفضل يعني أنا أحتاج نقاط مثلا بين الخمسة وبين العشرة نقاط إضافية أحتاج بين العشرة وبين الأربعة يعني أوسع الجدول ما أتي مكان ما يكون مثلا بين واحد واثنية يعني واحد واثنين يكون مثلا واحد واحد ونص فرضا اثنين اثنين ونص ثلاثة ثلاثة ونص أسه صار عندي شقية صار عندي سبع قيم أوكي إذا بين بالواحد هو خمسة وإذا بين الثنين هو عشرة بالواحد ونصة قد يكون ممكن يعني هنا أنا يعني واحد يقول لي أوكي ونبين صار بالنص فالشي يكون بين الخمسة والعشرة منطقي أنا ورح يكون سبعة ونص متبام لأنه إذا عند الواحد خمسة وعند الثنين العشرة فإذا الأكيد عند الواحد ونص هو نص المسافة يكون سبعة ونص السنة مثلا بين العشرة والأربعة عشت قد لازم تكون قيمة التجربة إذا هنا هنا ثنين وهنا ثلاثة من الثنين نص قد لازم يكون من يقدر يقول لي إذا هذا عشرة وهذا أربعة عشرة قد فرق بيناتهم فرق المفتوض أربعة أوكي فقد يعني أربعة قسمها ثلاثة ونص الثنعش هي لأن الثنين منها فرق هؤل الثنين منها فالثنعش صارة بالضبط ما بين العشرة وما بين الأربعة عش أوكي هنا مثلا بين الثلاثة والأربعة كيف قد راح تكون هنا يكون الخمسة عشرة جيد والضبط فهذا هو النقصة بالنقصة إنه استنتجت هاي الأرقام السبعة ونص والثنعش والخمسة عش بالاعتماد على الجدول الأصلي يعني هذا الجدول الأصلي لو كان بوكان هاي العشرة مثلا مو عشرة كان غير الرقام أكيد السبعة ونصف متتغير أوكي لو بوكان هاي السبعة عش مثلا كان عشرين كانت هاي مو ما صير خمسة عش الصير مثلا صير سبعة عش أوكي فإذن استنتاج هاي القيم الوسطية اللي ما عندي أصلا بالجدول الأصلي الجدول الأصلي بس بي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة استنتاج القيم هاي اللي عند الواحد ونص والثنين والثلاثة ونص حتى الجدول الماتي الأوسعة هذا نسميه عملية الانتربوليشن عملية الانتربوليشن وضع طلاب شو نقصد به الانتربوليشن هو هذا نقصده به طبعاً هنا هاي الارقام هو البرنامج أوتوماتيكياً راح يولدنا إياها بالاستعانة بالقيم يعني انت بنتجي راح تنطيل جدول الأصلي اللي بيه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وتكتب له يعاز اللي هو انترب هسه راح ناخذه يعاز هو راح يطيك هاي القيم الوسطية اللي صايرة بالنص طبعاً انت تقدر تنطي مصوفة كابلة ويطيك القيم الوسطية وممكن تطي بس رقمين ويطيك الرقم الثالث هذا اللي صايرة بالوسط طبعاً هو مو بس هذا الانتربوليشن ممكن يتيحننا إياه هسه بالله هنا ما بين الواحد والاثنين وعدنا خمسة وعشرة زيان قدرنا نستنتج سبعة ونص بس هاي لنقول مو كانت واحد ونص لنقول كانت واحد وعشرين اش قد هنا يصير هل تبقى هي سبعة ونص هل رح تبقى سبعة ونص رأيكم والضبطي بين العشرة والخمسة العفو بين العشرة والخمسة اي اش تتوقعوا ان الرقم يكون اقرب للخمسة ولا للعشرة ليش اقرب للخمسة جاي جداً اذا مدام الـ x اقرب الى احد الرقمين فالواية ايضاً رح يكون اقرب للخمسة هذا اقرب للواحد اذا هذا يكون اقرب للخمسة مزج قد اقرب لا ما اقدر رأساً احسبها لازم اكفل عملية رياضية ويتنك بيها لازم اشوان نقول يعني ويتنك حتى اطلع الشي لهذا فهذا الويتنك قد يكون شوية صعب احسبه مباشرة لازم بالورقة والقلم هنا لا الماتلاب رأساً يحسب لك بس يطيل القيم القديمة الواحد والاثنين وتطيل واحد ونص هو الواحد بوينتو هو ويتماتيكية رح يطلع لك الرقم الجديد رح يطلع هنا اوكي فهنا تبرس قوة القوة الماتلاب انه مو فقط الرقم اللي صعير بالنص وانما حتى الارقام اللي قد تميل الى احد طرفي قيم الجدول واضح شباب؟ هذا هو اللي نقصط بعمليات الانتربوليشن هاكي سوال علي يا طلاب فهذا اللي رح نطبقه بالبرمجة فعنا شارحكم هنا علي عفوا انتربوليشن is the extraction of missing data استخراج يعني شو نقول بيانات مفقودة from given available data من بيانات هي معطات مسبقا هذا شيء طبعا عدنا نوعين من الانتربوليشن عدنا الوان دايمينشنال انتربوليشن وعدنا تو دايمينشنال الوان دايمينشنال اللي هو قبل شويله شرحناه اللي اعتمد على جدول اعتيادي اللي هو يعني x y فانطي قيم ال x اللي مثل ما سوينا هلانا اسا بالماتلاب ها عندي ال x عفوا هذا قيم ال y فانطي ال x الجديد وهو ينطي ليه الماتلاب ال x ال y الجديد هذا وان دايمينشنال يعتمد على شنو على صفين كأنه واني عندي فد منحني واحد وارسمه اكون نوعي الاخر السهم لاخذه اللي هو تو دايمينشنال بالتو دايمينشنال لا اههه كأنه عندي x y يعني عندي عندي x y وعندي قيمة z هذا الاترسمه يطلع كأنه في السطح سطح ثلاثي الابعاد اوكي به شون تضاريس ارتفاعات والخفاظات فاطلع نقطة به هاي التضاريس اتعرفشوا شون هذا يسميه بالتو دايمينشنال انتربوليشن الابعادة هذا الاترسمه يطلع كيرف عادي منحدي عادي هنا البعد بينما بالتو دايمينشنال انتربوليشن لا انت عندك ارضية هي x y وزيتي مثل ارتفاعات فوق هاي الارضية اوكي اعتبر رفض غرفة طولها x عرضها y وبكل ما تخلي نقول كاشية او بكل منطقة من الغرفة تفد مصطرة بارتفاع معين فاذا تخلي فد غطة على هاي البساطر اللي هي الاعمدة اللي هي بارتفاعات مختلفة الغطة رح ياخذ تعرجات يطين تضاريس فانت في بعض الاحيان تريد فد ارتفاع بين مصطرتين او بين عاموديين ووكي فهذا الارتفاع اللي بين مصطرتين او عاموديين او بين الاربع بساطر لازم ايضا بعملية انتربوليشن بستخدم بها الحالة تأثير اربع عمدة ووكي الاربع عمدة او الاربع خلن نقول المساطر اللي تلطين اللي بنصر average بالنسبة لهم او معدلهم هذا نسميه التو دامنشنال انتربوليشن نسا بعدين ان شاء الله اذا اخذت فعدنا الوان دامنشن الانتربوليشن يتم عن طريق اليعاز انتربون هذا الانتربون اللي هو وان يعني وان دامنشنال انتربون حتى الوان دامنشنال ممكن نقسمه الى نوعيا من الانتربوليشن اللينيار انتربوليشن والسبلاين انتربوليشن اللينيار ايش نقصد به اللينيار مثل ما استقبل شوي سويناه بالجدول انه عملية ايجاد الاربع تتم طريقة اللينيار لي ارسم كأنه خط بين النقطين يعني انا يمكن راس منها ارسم خط بين النقطين ومن الخط استنتج النقطة المفقودة شوفي ممكن عندي شي هنا مرسوم لو اعتقد ما عندي شي مرسوم هنا ارسم نشوفه شو نكون في الشي مرسوم يعني هنا خلي نقول هنا خلي نجوين نرسم فد منحني صغير بالماطلاب نمسحها نضيف قيم خلي نقول اكس يساوينا خلي نقول من واحد الى الاربع اربع قيم والواي ايضا نمطيها في الاربع قيم مثلا اللي هي اللي نقول صفر خمسة ثمانية ثلاثة اوكي بس اش راح اسوي هذا اكس واي راح اسوي لهم بس حتى يبين قدامكم بس اجانا هذا نفذه سوي لها رن نظر شوية الان سوية الرن طيب يجبني اسم طيب اسم انتايتلو نقول لي سايف والمودود مو مشكال احيانا سيما عندي فد كير بسيط بس حتى نوضع عليه مفهوم الانتربوليشن دائما من اول مرة ننفذ البرنامج شوي يصير عندي يتأخر على ما يتنفذ احيانا راح اقول له change folder هنا يطلع عندك بيزي يعني البرنامج مجغول قد تكون حاسبة بها مشكلة يعني بطيئة تكون بس يعني مع هذا يشتغل يقول لك بيزي هنا مع هذا يشتغل لسه بدي يشتغل اسمه entitled يبني يتنفذ عندي البرنامج تطور كلش مجغل لهذا فهذا يعني هاي هي ال x old وال y old هي هاي القيم اللي بالامور يعني القيم القديمة القيم الاصلية ال x old مثل العمود x الاول وال y old هو ال x الثاني يعني راح نطيل x new هو نطيل y new هسه نرسم هذا الجدول طلاب تلاحظون هذا اول الشكل البياني ونظهر الشكل ايضا هذا هو الشكل البياني اللي يرسم فهذا عندي عندي ال واحد قيمة ال y هي صفر 1 صفر هاي النقطة الاولى ال x واحد ال y صفر النقطة الثانية ال x لما تكون اثنين ال y راح تكون خمسة ال x اثنين ال y خمسة هاي النقطة الثانية اوكي والنقطة الثالثة لما تكون ثمانية عفو ال y اربعة هنا ال y ثلاثة ال x ثلاثة ال y ثمانية ولما تكون ال x اربعة ال y ثلاثة اي اخر نقطة نقطة الثالثة نقطة الثالثة تبيرت خليلها تيكس خليلها مثلا فشي دوائر حرف o نقطيها مثلا لون احمر red اوكي نقطيها حتى الماركر سايز ماركر سايز الماركر سايز حجم الماركر نقطيه كبير حتى شوية يتبين عندك هاي الكرات اللي يتمثل مواقع النقاط ماركر سايز الثلاثة مثلا ال 4 و line weight line weight line weight هاي بال plotting اخذناها كلها line weight مثلا نقطيه 200 اوكي اذا خلي ننفذ بالله نشوف الشيط عندي بس القديم هو هاي اذا هاد راح نفذ راح سد نفذ مرة ثانية مش عندي مشكلة اه اه line weight line width line width width نشوف run فهي رسمة رسمة هنا لخطة حمر ممكن الدوائر بعد أكبرها نطيها نطيها مو أربعة نطيها ثوانية حجم الدوائر فبين عندي هاي النقاط شباب هس هاي النقطة الأولى اللي هي النقطة واحد صفر احداثياته هاي نقطة الثانية احداثياته اثنين خمسة النقطة الثالثة ثلاثة ثمانية والرابعة هي أربعة ثلاثة بالانتربوليشن هس يريد هذا الكيرف ما تتمكسر ايضا كبر لهذا فاش يريد يريد النقطة مثلا اللي صار بالواحد ونص هذه النقطة هنا بالواحد ونص النقطة اللي صار بالاثنين ونص النقطة اللي صار بالكلاف ونص أوكي أو بيناتهم فسهنانا طريقة استنتاج هاي النقاط بالانتربوليشن اتمكن انه راح اوصل الخط والخط هو ينطيني النقطة الاضافية أوكي يعني وصل الخط بين هاي النقطة الولا والثانية فالبرنامج يطيني النقطة الاضافية فهناها بالانتربوليشن قد ما يحصل للكيرف أوكي يعني هساني راح اطبق هذا اللي عاز بالانتربوليشن وارسمه مرة ثانية فشنقول احنا نكتب واي نيو اللي هي انتربوليشن اكس نيو يعني اكس ننطل القيام القديمة وجديدة فنجي على البرنامج مرة ثانية شنقول له هسا ذول هم القديمات اعتبرهم آي الاكس والواي هسا شنقول له اقول له انترب انترب ون اللي عز هو انتربوليشن بالاحراء هو الواي يساوي انتربوليشن الواي الجديد قل نقول الواي واي نيو يساوي لي انترب ون تفتح قوس اتدخل الاكس والواي القديمات اكس هاي القديمة والواي فارزة واي ايضا القديمة والدخل هسا الاكس الجديدة اللي انت تريد ذه زين راح اسميها اكس نيو طبعا اكس نيو هنا لازم واني اعرفها اوكي اكس نيو لازم اعرفها حتى تنطي القيم البنص فانت ش تريد هسا تنطي لازم اكس نيو انت تقدر مثلا تنطي قيمة واحدة قل له مثلا هسا ال اكس نيو خلني نقول عند الواحد ونص اوكي هسا راح نطبعها طباعة عادية راح اقول لها display y new اكس نيو y new اكس نيو فارزة y new هذا خلني نخلي لها فارزة من قوطة هسا راح نجي نطبقها run هسا هو طبع للكرف شو المشكلة error in line 5 اكس نيو وانيو لاش طلع عندي ارر انتر بوان to pay اكس نيو y new شو المشكلة انتر بوان صح كتبناها and define function اكس نيو ها شو المشكلة اكس نيو خليها واحد ونص run هسا طلاب خليها اصعف الشاشة حتى clear c l c سعب الاران مرة ثانية هسا هو رسمي طبعا الرسم الاصلي بس بعد الانتر بليشن طبقت على نقطة واحدة هذا الرسم الاصلي ورسمه خليناها على صفحة هسا الرسم الاصلي بس الانتر بليشن بعد ما طبقت طبقتها بس بالواحد نص فبالواحد نص اش قد طلع لي ثنين نص ليش لانه عند عند الصفر عند الواحد القيمة صفر عند الاثنين القيمة خمسة فبالواحد ونص هي فتشي بين الصفر والخمسة اللي هو اثنين نص فانطاني اثنين ونص اوكي طاني القيمة اثنين ونص هسا هنا اذا اجي انطي مثلا غير قيمة هل يقول مثلا وواحد ونص واحد وعشرين مثل ما قبل شوية سوانا وسأوي لران مرة ثانية هالثنين نص رح تتغير نصير اقرب يعني أقرب من الصفر ماهذا صارت 1.2 أيضا اثنين ونص ها ليس لأنه هنا لازم اغيرها هنا وهنا أيضا هنا وهنا يعني 1.2 هنا بالمكانة نغيرها ماهذا صارت صارت واحد حتى لا توقع بالغلط تقدر هذا الأكس نيو سميهنا أكس نيو وهنا أيضا أكس نيو وهنا أيضا سميه أكس نيو وفوق عرفها حتى لا كل ساعة تغيره بمكانين وخلي الأكس نيو بالمنطقة ولا الأكس خليها والأكس نيو يساوي لي 1.2 أوكي يساوي لرن خليه كلير CLC حتى الشاشة شوف التنفيذات السابقة وقت لما خلينا كلير CLC خليه لكلير CLC لي فوق كلير CLC يساوي لرن وشون السبعة هاي هسا رسم الكيرف وسوى الانتربوليشن جاءت طلع واحد يعني بال1.2 الواي واحد إذا نجي على الرسم الفعلا الواحد يعني إذا هسا أنطي 1.2 تقريبا تقريبا ينطيني واحد تقريبا ينطيني ذلك تلاحظوا من الكيرف زيان إذا أنطي خلينا نقول فهذا منطقة بال2.5 2.5 وإذا سقطها يطلع في الشيء لازم فوق 6 وإذا هسا أنطي بال2.5 يعني الـ x نيو أسويه 2.5 وإن 1.2 2.5 قيمة الواي قد رح تقريبا بال6 6.53 من الشكل شباب يعني هنا نطيته الـ x 2.51 أخذ 51 مشكل 2.51 إذا سقطها تطلع قيمة الواي 6 و 53 أوكي نطي مثلا 2.18 رح تطلع غير قيمة صارت 7.14 يعني نجعل كير بال2.18 قريبا 3 إذا سقطها تطلع تقريبا 7 فهذه هي القيمة الجديدة فهنا قيمة قيمة نطيت وإذا يطلق أسرح رح رح نطي جدول جديد الـ x سن رح تمثل قيم جديدة كاملة أوكي قيم جديدة كاملة فهنا رح أنطي لشريد بالمناطق الوسطية وأجي أرسمها أيضا مرة ثانية فش راح أقول ليسا راح أقول للـ x ووسي عليها للجدول مكام ما هو من 1 إلى الأربعة راح أقول من 1 ومشي لي نص نص انتهاء للأربعة فمكام ما كان الأربعة قيم راح يصير قيمة عندي 7 قيم 1 1 2 2 2 3 3 3 حسنا هذا x new الـ y new سيحدث 7 قيم فالشي سأرسم بال plot عبارة أخرى عبارة x new y new و سأقول plot يعني دعنا عيدها shift to end ctrl c c c c سأقول plot x new y y new y new new يجب أعطيها قبل الطباعة بناسبة قبل هذا y new لأنه سأرسمها سأرسمها وراء y حسنا سأرسم وراء فيه نفس الوقت أغير شوية الإشارات يعني الجديدة سأرسمها مثلا square مربعات ولوان سأرسم أزرق blue عفو ونرسم الآن نرسم الشكل بس هاي القيم الجديدة طبعا نرسم بس هذا القديم ما رسم ليه لما قلت لها hold on سأرسم لها hold on حتى يبقى الشكل القديم والجديد وهنا سأرسم كعاموديا نرسم هذا حتى يرسم عاموديا حتى حتى نرسم 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 run الآن شباب تلاحظون الأحمر منبين الأزرق صار عليه حتى نستطيع نكبر الأحمر نسويه مكان للثمانية نسويه 12 بس أقول لها مرة ثانية هس تلاحظون شباب هس هاي الحمر هي القيم القديمة يعني عند الرسم ال-X وال-Y القديمات يعني ال-10 أو نجينا على الجدول رسم لل-1 وال-0 وال-2 وال-5 وال-3 وال-8 وال-4 وال-3 هاي شيء تتبثل الجدول الأصلي اللي كان بأربع قيم جينا وسعنا الجدول بال-Interpulation احنا شنطينا بس ال-X هذا وسعنا يعني ضفنا من الإضافة إلى ال-1 وال-2 وال-3 وال-4 وضفنا ال-1 ونص وال-2 ونص وال-3 ونص فصار مجموعة القيم سبع قيم هس ذول موجوداتهما أساسا الصفر وال-5 وال-8 وال-3 وش استنتجلي اللي بياناتهم استنتجلي ال-2 ونص وال-6 ونص وال-5 ونص ورجع رسم هذا الجدول الجديد بلون أزرق فاللون الأحمر هو الجدول القديم واللون الأزرق هو الجدول الجديد أوكي شباب فهذا نطلق عليه Linear Interpulation نعم تفضل تفضل أي فهذا هو Linear يعني أنه عملية استنتاج هذه النقطة الزرقية هي النقطة الجديدة ثلاث نقاط عندي جديدة هذه الزرق المربعات هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة ما نستنتجه برسم خط عدل خط عدل بين النقاط القديمة وسقط على الخط العدل واحد نص ساعده وسقط على الخط العدل أوكي يعني هذه الزرق حتى لا أستنتجه من نقاط ليس إلا بالنص صغيرة يعني أرجع X and U زيان X and U رح أنطيها طريقة أخرى أوكي رح أنطيها مثلا الثلاث قيمة جديدة اللي هي الثاني جديد القديم واحد 1.2 رح أنطيه مو واحد ونص رح أنطيه 1.2 والقيمة الأخرى مو ثنين ونص رح أنطيه مثلا 2.1 والثالثة مو ثلاثة ونص ثلاثة وثمانعشر أوكي رح سنجل بس تلف قيم هنا لسا نجي نرسم لسا ما رح سن سبع قيم رح سنجل تلف قيم الكلف قيم جديدة للأكس نيو رح سنجل الكلف قيم جديدة ويحسب الواي نيو ويجي يرسم اللي ننسوي رأينا هسا أوكي فسو سوى شباب هسا الحمر هما القيم القديمة اللي رسمت النقاط الزرق أوكي أول نقطة قلنا وين اللي هي وان بوين وان بوين تو وهذا هو رسمة هذا الجدول وان بوين تو وان بوين وان بوين وان بوين تو وان بوين زين شوية صار وراء الاثنيان والنقطة الأخرى تري بوين تا قبل الأربعة تري بوين تا ايت أوكي فطلع هالك هالك نقاط جديدة ورجع رسمهم طبعا وصل بياناتهم بخطوط من استنتجها على الخط الأحمر القديم يعني وصل خط الأحمر بين النقاط القديمة بين الدائرتين ذول الحمر القديمات وإجه سقط منها 1.2 سقطها على الخط الأحمر حتى يطلع هذا المربع الأزرق الأول نفس الشيء بالنسبة لهذا المربع الأزرق الثالث ما نطلعه هذا عندي الدائرة الحمرة اللي عندي الاثنين هي القديمة اللي عندي والدائرة الأخرى اللي عندي الاثلاثة ورسم بيناتهم هذا الخط الأحمر واجه سقط عليه من طلق من 2.1 صعد من 2.1 الى ان تقاطعوا لهذا الخط الأحمر طلعني النقطة الجيدة هي خمسة وشوية طلعت خمسة وثلاثة عشر انها من السقط هاي سيتي تطلع تقريبا خمسة وثلاثة عشر النقطة الأخيرة شقل ثلاثة وثمانة عشر مش وراء الثلاثة ونص بس وين سقط رسم خط ما بين نقطة اللي لقطة الثلاثة ونقطة الأربعة خط أحمر ثلاثة وثمانة عشر الآن ينعطيها الجديدة وصعد ثلاثة وثمانة عشر سقط على هذا الخط الأحمر ومن عنده رجع قراها يطلع في الشيء قريب الأربعة وبالضبط الأربعة طلعت لانا الآن تقليل إلى grid on اللي بالأخير grid on حتى يرسم grid on شوفها ساعة تقدر تقرأ القيم أسهل شوفها قيمة آخر قيمها بالضبط عند الأربعة بالضبط عند الأربعة قيمة الأولى عند الواحد 1.2 واحد قيمة واحد قيمتها واحد والأخرى قيمتها خمسة وثلاثة عشر شو هي فوق الخمسة؟ خمسة وثلاثة عشر يعني استنتاج هذه النقاط الجديدة تم بالاستعانة بخط رسم ما بين القيمة القديمة هذا نطلق عليه linear interpolation أوكي شباب واضح واضح لو أكو سؤال من عنده سؤال قلاب؟ أي نعم نعم أي شنقطة يعني نعم أي 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 لا لا هو البرنامج اللي راح يستنتج شوف عزيزي هو أنا شنو القصيد أنت لنت هذا يعني يروح فكرك غير مكانات هو البرنامج باور البرنامج أنت عندك جدول جدول أصلي هذا باور جدول خلي يجي أطبع لك مرة ثانية حتى يبين عندك واضح راح أقول لك display لا لا أوضح لكم يا x y x فارزة y هذا x y هذا الجدول القديم بس خلي نفذه هذا الرسم خلي خلي له هاي الفارزة الفوقية عطي الرسم كعامدين هاي الأولى هاي الثانية العفو هس نجي شوف عيني هس عزيزي سوي هنا شان عندنا جدول قديم اللي هو هذا قلنا التجارب بالتنا العربعة واحد والاثنية والثلاثة والأربعة اوكي انا اريد قيم ما بين هاي الأرقام يعني انا مثلا الدالة ماتي عند الواحد اعرفها هي صفر وعند الاثنين هي خمسة انا ما لديها لا عند الواحد ولا عند الاثنين اريد اشوفها بالـ 1.2 شكرا قيمته اوكي بالـ 1.2 شكرا قيمته من هو من هو راح طلعليها عند الـ 1.2 جزاني صعب عليه يحسب اوكي هو البرنامج راح طلعليها فهو استنتج لها انه لما اذا كانت الـ اكس القديمة واحد والأكس اللي وراها اثنين فاذا جدتي الـ 1.2 لازم الواحد تكون قيمتها واحد لانه هاي صفر وهاي خمسة اوكي اريدها عند الاثنين واثنين بوينت 1 اللي هي ما بين الاثنين وبين الالتلافة قيمة الواحد احتي فاذا كانت عند الاثنين خمسة وعند الالتلافة ثمانية اشقد عند الـ 2.1 فهو استنتج الى البرنامج وعند الـ 2.1 هي خمسة و13 اللي هي صارة ما بين الخمسة وما بين الالتلافة نفس الشي هنا بالـ 3.8 بالـ 3.8 صاري بين الـ 3 وبين الـ 4 فاذا كانت عند الـ 3 ثمانية وعند الـ 4 ثلاثة فبالـ 3 وثمانة اشهر رح تكون في الشي قريب على الـ 3 لانه بعد شوية وصل الـ 4 فاستنتج البرنامج انه عند الـ 3 وثمانة اشهر قيمة الواحد قد رح تكون رح ترجع تنزل للـ 4 هو هذا اللي نقصد عليه واضعيني انا هذا رسمت الكوية بس حتى وضح لكم هذا المفهوم هو الشي اللي تحتاجه هو هذا هاي القيم الجديدة وهاي القيم قيم X الجديدة اللي انتطيتها وهاي قيم Y اللي هو البرنامج استنتجها بالأمر البرمجي INTERPON يعني هذا الـ INTERPON هو هاي وظيفته هذا الإعاز هذا INTERPON بدأت لاحظوا هو وظيفته يستنتج لهذه النقاط الجديدة انطي انا النقاط الـ X يستنتج لهو النقاط الـ Y بس من استنتجه من الجدول الاصلي اللي انا اساسا المزود الـ Y واضح طلاب عيني هاك سؤال هو هذا بس انا هذا بس مجرد رسمته حتى وضح لكم البرنامج شون دي يستنتج يستنتج برسم خط والتسقيط على هذا الخط يرسم ويسقط هو يعني البرنامج داخل البرنامج فلهذا نسميه linear interpolation الطريقة الاخرى انه مرات التسقيط يكون non-linear يعني انه مو يرسم خط لا ياخذ التدوير مع الدالة يعني هذا الدالة اذا ترسمها فترسم اذا تجيب French curve هاي بها الرسم الهندسي فرح تحاول قدر ان تسوي خط سيابي للدالة فرح يطلع هنا شكل الرسم مع الدالة فيسقط هو على هذا الشكل الانسيابي فيسميه non-linear فهذا شو نسوي نسميه بالإعاز البرمجي نفسها بانترب بس يضيف لكلمة supply فالتسقيط يكون يختلف شوف فتيجي هنا لسا البرنامج شو رح اقول لكس نيو رح اقول لك فارزة وانطي كلمة supply supply نقصد به هو المنحني اللي هو المقوس منحني به تقويس شوف هالسا القيم رح تختلف ضع عساج كت شانت رح فضها واحد خمسة وكتف عشر واربع عشر هسا بالsupply رح يختلف شراح شوية تختلف القيم وما رح تكون مسقطة على وين على الخط العدل اللي وصل للنقاط القديمة شوف هسا سويل run شوف شباب هس التسقيط وين صار المربع الأزرق صار جو الخط الأحمر اللاخ الأزرق صار فوق اللاخ صار أصلا مو عالية كل يعد عن ليش كأن البرنامج يرسم فتقوس افتراضي يبدي من هنا ويمر من وبعد يجي هذا القوس وينزل به النقطة ورسم فتقوس وهذا مسقط على هذا القوس المال ولهذا طلعت مع القيم تختلف بال 1.2 طلع 87% بال 2.1 طلع في الشي بيكسور هذا طبعا يعتبر أدق Supply Interpulation يعني هذا إذا أرجع X New أرجع على 7 نقاط حتى يبيني شوية أوضح من الرسم راح أقول له من واحد ويمش نص وصولا إلى الأربعة وتحاول تمر بهاي النقاط القديمة النقاط الحمر أكيد هي ما راح تأخذ شكل الخطوط راح تأخذ في الشي منحني فهذا المنحني هو اللي راح يستعمل الاستنتاج القيم الجديدة إذا تشوف كأنه هاي النقاط الجديدة صايرة على خط منحني مو صايرة على هذا الخط الأحمر اللي هو استعملناه بالتقريب الخطي فالق تطبيق التقريب وال سيبلاين انتربوليشن يعني هنا قيم عدق تلاحظون شباب يعني هيا يسا ما تجي ترسم باع قام تتبين كأنه كيرف يعني يسا لو أجي شوي أزيد عدد النقاط نخلي تمشي مو كل نص كل ربع راح يطلع لي كيرف وجار سم هس شوف طلع لي كيرف طلاب تشوفون شوف النقاط القديمة كانت خطوط حمر هاي الحمر عبارة عن بيها زوايا حادة بينما النقاط اللي طلع لي هالبرنامج النقاط الزرق الجديدة بالاستعانة بالأمر النقاط كأنه على منحنة ستلاحظون بينما سلو اشيل السيبلاين الزرق ذولا راح ينطبكون على الخط الأحمر راح اشيل كلمة السيبلاين شوف اسم نشي كلمة السيبلاين ترجع الخطوط تنطبق على الخط الأحمر فما سوي نشي اطيني نقاط بس ما يطيني فاتكير في دقيق شوف شباب اطيني نقاط اضافية بس ما يعني نطاني كنقاط بس ما نسم لفاتكير انسيابي وكي نطاني هذا سواء لفاتو ويتين وكذا بس ما نطاني انسيابية للنقاط فاضح طلاب شون الفرق بين السيبلاين واللينير هس هذا التفقيط كل على الخطوط العدلة اللي توصل للنقاط الحمر القديمة هذا شون هو تقريب خطي اجي احط سيبلاين هنا كلمة سيبلاين شون رايح يصير يصير تقريب بالاستعمال اللينير يعني منحنة شوف صار هنا فهذا يكون ادق يعني ادق ويكون اقرب الى الواقع فانت هاي تعتمد عليك او تعتمد على ما يطلب بالسؤال اذا بالسؤال قال لك لينير تكتب لينير رايح منك سيبلاين تكتب كلمة سيبلاين وهو رح يطيك القيم اللي انت تريد واضح طلاب اكو سؤال اكو سؤال فالشيء ملاحظة غير مفهومة شي طيب يشوه طلاب مجرد احنا جدول عندنا جدول وده اوسع الجدول بطريقتها طريقة خطية وطريقة غير خطية تحول ليا الى فالشيء اشبه بالمنحني البياني رابعين طلاب وياها كلكم يلا خير ان شاء الله ها هي اول طريقة عددية اللي هي طريقة الانتربوليشن طرعا ها مشروع تفاصيل هنا بالمحاضرة ساعدنا هذا مثال مثال رقم واحد اللي هو موجود بالمحاضرة اللي هو يقول لك write matlab program to expand the following table شوف اكتب برنامجا بالmatlab لتوسعة to expand توسعة the following table الجدول الاتي so that the values of the x changes at the step of one unit بحيث ان القيم x تبدي تتحرك one unit وهنا الجدول القديم شنو two unit داي بشي اثنين اثنين قيم x اوكي انا شريد بالسؤال يقول لك وسع الجدول بحيث قيم x تتحرك نقطة نقطة apply linear and supply interpolation يقول لك طبق linear وطبق supply يعني الحالتين طبعا انت ستجد طبق linear supply ستضع جدول لين فهذا نرسم لك وهذا جدول الجديد هاي القيم الجديدة رح تكون القيم القديمة هي 0 2 4 6 ونرح وسعها امشي واحد واحد يصير 0 1 2 3 4 5 6 اذا اطبق linear يطيق هالقيم يعني هو شكرا 0 2 0 10 فاذا كان عند 0 هو 0 وعند 2 10 اكيد عند الواحد هو 5 اوكي مني تحرك 2 4 10 16 اذا عند 2 10 وعند 4 16 اكيد عند 3 13 16 هذا linear ونفس الشي بالخمسة سيكون 18 بين 16 و20 هذا الالي interpolation نتخلينا كلمة Supply ستختلف قيم مكان الخمسة المسقطة على خط عدل صارت 5 62 5 6 2 5 مكان 13 صارت 13 375 مكان 18 صارت 18 125 اوكي فشوية اختلفت القيم طريقة الحال النفس هي تقول Clear CLT تنطي الـ X القديمة 0 2 0 إلى 6 ويمشي 2 2 وتنطي Y القديمة اللي هاي من الجدول تنطي هم X و Y تجي ستنطي الـ X الجديدة 0 إلى 6 بدون step فهو يمشي 1 1 مثل ما ديريد بالسؤال تجي الس Y جديدة سميت Y 1 أو Y New Linear Y New Supply ف Y New Linear بس تكتب Enterp 1 XY X New Y New Supply نفسه Enterp 1 XY X New بس تضيف لك المس Supply وتجي ستطبع الجدول اللي يمثل X الجديدة وال Y الخطية وال Y الغير خطية وتطبعهم عن طريق العاز F print F يعني ما رسمناهم مجرد طبعناهم بس نقدر نطبق على MATLAB ف نفس الجدول اللي عاليمين رح يظهر لك هي بدون هذه الخلايا طبعا Cntrl-C نجعل MATLAB نفتح له ستيل من ونصق كلي cntrl-V ننزل البرنامج سأقول رن شوية نكبر ما ما بي مشكلة رن 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 رح رن خزن عسلم intitled do رن save موجود رن ألغي القديم ورح يرسم لي طين القيم الجديدة نفس فهذا الجدول ونفس هذا اللي بالمحاضرة ذاكرة ونفس القيم 625 375 نفس هنا 625 475 فهي تمثلي ال-X الجديدة اللي تشمل القديم والتوسعة وهي ال-Y اللي تم استنتاجه بواسطة linear interpolation وهي قيم ال-Y اللي تم استنتاجه عن طريق supply interpolation طبعا تقدر ذول ترسمهم ترسم مرة Y ويا هاي ال-X وال-Y ال-X مثل ما سوينا بالمثال اللي أخذنا قبل هذا المثال فسنا هذا أنا ما لسمته مجرد ظهار الكم يا كجدول أوكي أنت مو بضرور لترسم إلا إذا قائل لك بالسؤال أرسم واضح إلا بالسؤال ما قائل رسم يعني فقط جدول واضح عليه طلاب زيان هو طبعا طريقة standard هاي بالطرق العددية ما يعني standard بالحال ما عندك في الشيء تغيره وتفكر به interpolation low interpolation بدون supply أو interpolation و supply دخل المصوفات القديمة والدخل X الجديد والY الجديد هو استنتجه من الأمر البرمجي وفي جدة طبعهم يعني ما عندك غير طريقة حل هاي الطريقة تحفظ مجرد اللي يتغير بالامتحان قيم X والY واضح عيني طلاب نجي نجي ساعة two-dimensional interpolation two-dimensional هنا متعلق بالأسطح يعني هنا قبل بالone dimensional شكان عندي قيم X وقيم Y فمن رسمهم من طين منحني بياني مثل ما قبل شوية بالмат lab رسمنا بدو dimensional المنحني ماتي رح يتحول إلى سطح يعني المعطى مو بس X يعني انطي X وحصل Y لا رح انطي X Y وحصل Z فالX وY رح تمثل إحداثيات والZ رح تمثل ارتفاعات X وY هي إحداثيات الأرضية اللي تشتغل عليها الدالة وقيم Z تمثل ارتفاعات بكل إحداثي فبنظر تمثل ما شابت لكم يا تمثل غرفة مربعة أو مستطيلة وكل كاشية بيها أو كل نقطة بيها معرفة بX Y يعني X بالطول مثلا Y بالعروف فعند كل إحداثي كل نقطة تقاطع XY ممكن أصعد فد مصدر أو فد عامود بارتفاع معين هذا الارتفاع يمثل قيم Z فإذا عندك تمثل أربع قيم بالX وخمس قيم بالY فمعنها كم نقطة عندك إذا عندك أربعة بالX وخمس بالY كم نقطة عندك بأرضية الغرفة لا شباب لا أربع لا هي ثناية البعد أربعة بالX يعني أربع أصطر وخمس عميدة أي أربع أصطر بالX وخمس عميدة فإذن كم نقطة هم إذن عصرون الشبكة مات أربعة في خمسة عشرين نقطة أوكي عندي شبكة رائع تكون عندي أربع أصطر وخمس عميدة التقاطع مالتهم من طين هو النقاط اللي النقاط مالتنة هسا بنرسم تبين فعاد كل نقطة من هاي العشرين نقطة زيين أكو ارتفاع معين تلاحظون شوان يعني أقربها لكم أنتم قاعدين هسا بالشعب كل طالب إلي إحداثيات معينة أكو طالب قاعد بالسطر الأول بالصف اللي يم الحايط الطالب اليم أيضا بالصف الأول بس مو يم الحايط شوية صار بالوسط اللاخ صار يم واللاخ يم الحايط الآخر هذول كلهم بالصف الأول أربع طلاب بالصف الثاني نفس دول أربع طلاب بس صار بالصف الثاني أوكي وإكو بالصف الثالث والرابع والخامس وهكذا فذول العشرين طالب اللي قاعدين بالشعب إذا كل طالب منهم شال فد مصطرة بارتفاع مختلف واحد شال مصطرة ارتفاع مثلا نقص متر اللاخ شال مصطرة متر اللاخ خمسة سبعين سانتيم اللاخ متر ونص إذا كل طالب شال مصطرة بارتفاع معين هاي ارتفاعات المصاطر شا تمثلي تمثلي قيم زت قيم زت أوكي فهاي قيم زت إذا جبنا في سطح خلنا نقول نايلون أو فات قطعة تخماش وغطينا بها هاي المصاطر شاعة تطيني تطيني في التضاريس أوكي لأنه كل مصطرة بارتفاع شكل فالمطلوم بالانتربوليش إنه أنا أجد الارتفاع بين طالبين أوكي يعني أو راح تكون هنا بين أربع طلاب منطقة اللي فارغة بين الرحلات راح يكون بها السطح هذا المصاطر شايلته راح ماخف التضاريس معين فهذا قدر تشوف الارتفاع بهذا المنطقة اللي بالوسط هذا سمي تو داميش انتربوليش فهنا البرنامج راح يأخذ ارتفاعات المصاطر الأربعة يطلع فالأفريج يطلع الارتفاع اللي بالنص طبعا هذا كله هو البرنامج يسوي انت مجرد تنطي قيم الـ X والـ Y وقيم الـ X والـ Y جديدة فهنا أنا بلت داميش قبل الشديد ننطي ننطي X جديد ننطي البرنامج Y جديد هس راح نطي X قديم Y قديم زين وزت قديم يعني X Y وزت قديمات والجديد نطي X Y هو البرنامج يطين Z الجديد فهنا راح عندي 6 مصفوفات بالموضوع فنلاحظ هالأمر البرمجي هنا شنقول انترب 2 مكان 1 2 يعني 2 داميش شي شي يطيني الأمور يطيني Z New فش انطي هذه X القديمة والY القديمة وارتفاع المصطرة اللي هي الارتفاع القديم بعدين انطي شي جديد اللي صار بين الرحلات اللي ما موجود به مصطرة انطي X New والY نيو الحداث مات هو يطيني ارتفاع المصطرة وارتفاع العامود اللي صار بين المصاطر القديمة هذا نسميه two-dimension interpolation فأيضا بطريقتين التسقيط ممكن يكون بطريقة linear ممكن يكون بطريقة supply هلانا يكون ملاحظة هلانا عندي شنو عندك تريد تولد مثل ما يستقن عندك خلي نقول 4 سطر و5 عميدة وتريد تبطي تسوي شبكة مع الإحداثيات فهو البرنامج يكون يعازم وكما أنت يعني هاي الأربعة يعني عندك قلنا 4 أسطر و5 عميدة يعني عندك إحداثيات النقطة 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 يعني الإحداثيات شن تبدي تبدي من 1 1 1 2 3 1 4 2 1 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 5 كذا فهي الإحداثيات الشبكة الأرضية ما لبصوفة أنت مجرد تنطيل المصوفة الخارجية X و Y يعني تنطيل الإحداثيات ما الأطراف خلي نقول هو رح يقول لك هاي خلي نسميه الشبكة فهذا اللي عايز نسميه Mesh Grid Mesh Grid نسميه بالمثلاب قبل من نسميه ال Interpolation نجي نفتح Pan جديد أوكي يعني أسا إذا أقول لك Clear CLC عنطي قيم X خلي نقول من 1 إلى 4 و قيم Y خلي نقول أيضا من 1 إلى 4 16 نقطة أو خلي الخمسة أطلع عندي شوية فرق بس عندي 20 نقطة إذن بزيت أيضا لح رح لازم أزود 20 نقطة أوكي بزيت طبعا لازم أنطج كده أطلع 20 نقطة خلي نقول 1 4 5 6 زين هذا سطر الأول 3 5 7 8 سطر الثاني لازم نقول 5 سطر 6 7 8 9 سطر الثالث خلي نطي نقاط 4 3 5 7 4 8 9 3 2 هذا 5 أوكي من 6 الرابع عفو من 5 للرابع 5 أي أسد لسه أشرع أقول أقول surface نرسم هذا الشكل اللي طلع عندنا اللي هو X Y و Z إذن هسا الأرضية هو X Y Z هذا بس قبل الثالث ماذا نسوي نسوي إلى mesh grid والله و شون قالنا mesh grid أي mesh grid من أحتاج خلي شوف إذا يرسم بدون mesh grid والله نشوف يحف من أحتاج للغداء نسوي خليم نسوي و شب EL نسوي 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 نحن نسوي يو تابع يو نسوي اشكاك في نحن ان شاء غلط و الرمز فرسم لشباب هذا الشكل هذا يفت شكل يعني بس رسمها بطريقة يعني هناك عسل بطريقة طبعا هذا بإمكاني شبابا شوان يفتر اذا تشوفوا شباب واضح قدامكم اي بس هذا شنو التوصيلات بينها صارت صارت على شكل أسطح مو يعني بشكل خلي نقول منحنيات اوكي يعني من زيد النقاط العملية تكون واضحة أكثر هذا نقصد بي سطح يلا خلي هذا على المحاضرة الجاية حتى لدوكم بالموضوع بالمحاضرة الجاية ان شاء الله راح ناخذ موضوع الطريقة الثانية اللي هي الـ شكرا جزيلا قلاب للعجزاء اشتركوا في القناة